اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوى التاجدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا وقد عرض الدكتور محمد عوى التاجدين في هذا الإطار الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية مشيرا إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عم وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من آراد بسيطة دون مضاعفات وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة برامج توعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعة المنشطة وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية اطلع السيد الرئيس على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحارية مواجهة سيادته بتحقيق الاستفادة المسلة من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية كما تابع السيد الرئيس سير العمل بكل من مبادرات تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد وكذا جهود الوقاية من شلل الأطفال مواجهة سيادته بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي كافة الأطفال حدثه الولادة لتطعيم المضاد لمرض شلل الأطفال والجرعات المنشطة منه أضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد عود تاجدين أعرض كذلك مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة وقد وجه السيد الرئيس باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة كما اطلع سيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الإطار لسيما الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية وكذلك صناعة المواد الخام